موسيقى موسيقى كل الجمهور اللي كان متواجد فيه عدد كبير منهم كان الحريص اللي هو يلتقط تسور التسكرية النهاردة مع امير منادر اللي كان متواجد النهاردة جمهير الزمالك كلها كانت تهتف تلك اللاعبتهم من اول اللحظات افريقيا يا زمالك دنيا في المباراة كانت شدة جدا النهاردة مدرب بترو اتلاتكم كان باين عليه اللي هو مدرب صعب مش ديد كان يزعق لعبته بالنسبة للتانية وكان هو ي Danke dej VP �보 الملاب ungust وكان يواقف واضح عبر بضغطة بروس كالعادة واقف هادي جماهيري الزمالك بقى النهاردة هي اللي انفعلت بشكل كوي في الشوت الأول جداً على لعبتهم وبدأت تهتفلوهم بلعب بقى عم نخلي عندك دم كان واضح اللي هم مش عاجبهم أداءهم في المباراة النهاردة وظل ظهر لأنهم الوحيد اللي إبناء اللي إعجاب النهاردة واللي سقفوله أكتر من مرة هو عبدالله جمعة جمهور الزمالك سقفله بشكل كوي النهاردة أكتر من مرة كده أثناء النقاء وأول لما انتهى الشوت الأول وهو خارج سقفوله وهجم مجرس بشكل كوي وهو خارج ما بينه الشوتين كده مشروط الداني بقى الدنيا كانت شدة جداً جداً بمهير الزمالك النهاردة من الوقت للتاني بتهتفل لعبتها بتطربها بالتركيز خلواضح الشدة على كل مسؤولي الزمالك اللي كانوا موجودين في المدرجات لكن الأجواء تغيرت خارص أول لما جي بقى جوم بطل الكل الأول اللي يعني خلى حالة من الغضب الموجودة على كل الزمالكوية كانت واضحة جداً وبدأ كل جمهور الزمالك يهتم بقى الزمالك اسم كبير ومحتاج لعبة عندها ضمير وبدأت بقى الجماهير تنفعل بدأ الانفعال يظهر برضو والتواطر يظهر على دكة الزمالك اللي كانت بيعني مشدودة بشكل كوي جداً لكن بقى الأجواء تغيرت خارص النهاردة أول لما تبدل كهرباء كهرباء هو خارج كده في عدد من الجمهور اللي كانوا موجودين في المؤسورة حجموه لكن اللاعب مهدرش يستحمل وامجاه يعني تافف عليهم كان اللقطة دي نرفزت كل الجماهير اللي كانت موجودة بدأهم يتعصبوا بشكل كوي وبدأهم يهتفوا ضده يعني كان باين اللي هم بقى خلاص بدأهم يعني ينفعلهم ضد الكهرباء بشكل كوي اللي ارتياح الى حد ما على المستشار أحمد جلال المظلم هو عايز نخرج حدا النقطة ميخرجش قسران يعني كان باين علي الفرحة كده.. أو اللي ارتياح الى حد ما لكن بعد انتهاء اللقاء بادت الصدمه قوية على كل جمهور زمالك اللي هاجم بقى اللعيبة ال� �مالك اللي هاجم بقى اللاعبه النهاردة بشكل كوي جداً بدأهم يشدهم على أأمير المرتضى اللي كان قاعد وكان باين عليه التوتر وكان باين عليه يعني ان الفزر قوية بدأ بقى كل الجمهور يعني يقولوا احنا مش عايزين كهرباء مش عايزين كذا لعيبه مش عايزين كوباما كان واضح انهم غضبالين جدا من حاجة الكهرباء النهاردة وانفعلهم بشكل قوي جدا على يعني على كل اللعيبة ومخارجين بدأوا يهتفوا ضد النعيبة رغم انهم يعني سقفوا لهم كده أول المجنوبين لكن الدنيا كانت شدة كدا وكانت باين حزن على كل الجمهور الزماليك اللي غادر النهاردة فحالم الهدوء القوي جدا طبعا النهاردة بيترو أتليتكو بيلعب من غير ولا مشجع في المدرغات كانت مدرغاتهم خالية جدا مفيش حتى مشجع ليهم لكنهم قدروا يخرجهم من استاد جورج العرب بنقطة غالية والدام الزماليك حالة من الحزن بيعيشها كل مسؤولي الزماليك وكل الجمهور اللي كانت متواجدة في المدرغات وحالة من السعادة ويعني بتزهر على لعيبة بيترو أتليتكو هم خارجين النهاردة يعني هارد الأكل الزماليك اللي بيسعب الدنيا على نفسه كده في المجموعة ويعني بيقول له ربنا يوفقك ان شاء الله في المتشاط الجاية ويعني ربنا يوفق بقى جمهور الزماليك ويصبرهم على اللي بحسن